هذا الموسم شعرنا أننا مقصرون شوي بموضوع الفن والمغنى تحديدا يعني يمكن أول حلقة غنائية هذا السيزن بآخر السيزن بس ختام يعني بدي رحب بصوت سوري حلو كتير من حلب وبالتالي يعني فيكن تتوقع وأديش فيه موهبة وأديش فيه دراسة وأدي فيه تشبع يعني ولكنه يعني من الفنانين المغتربين هل عم يرجع هيك مغترب ويعمل حفلات في أرض الوطن بدي رحب بي الفنان المطرب يوسف شامعون أهلا وسهلا فيك وسعيد أنك ضيفي اليوم بالمختار تسلم تسلم شكرا على المؤدمة الحلوية وشكرا على صدافتكم لكننا عم نسمع يا ناسا نمت في حبي مقطع منها وهي من تسجيلاتك الجديدة اللي هلأ حنحكي أنك عم تعيد تسجيل بعض القطع التراثية والترابية والموشحات بطريقة جديدة بس كمان أنت مغني حديث يعني عندك أغاني مودر وعندك تعامل يعني مع عدد من ألمع الأسماء بالشعر وبالتلحين يعني في عنا نزار فرانسيس وسامير صفير في عنا صلاح قردي في عنا مونير أبو عصاف في عنا في أسماء نهاد نجار طبعا نهاد نجار الله يرحمه صفوه شغالي صفوه شغالي أكيد يعني أسماء كبيرة نعم الحمد لله ورغم أنك عايش بأمريكا نعم حكي لي عن هالرحلة من حلب إلى أمريكا وقديش معنات الطرب يعني مؤثر فيك لحتى حتى أخدته معك وعم تعيشوا هنيك ولسا هلأ عم تنشروا في عد الجاليات هلأ أنا طبعا بديت يعني من حلب بالكنيسة السريانية كامرتل والألحان السريانية الشرقية تعمقت فيهن ملفونه نوري واسكندر الله يرحمه تعلمنا منه تعلمنا من الألحان الكنسية بعدين سافرت ابتديت شوية حفلات هون بحلب وبالشام حفلي أو حفلتين بالشام على ما أذكر بعدين ستة وتسين سافرت سافرت بالستة وتسين وبدأت مشواري الغنائي مشبع بس كنت لسا عبتشبع عمتتشبع لسا عبتشبع يعني ما حدا بوصل لدرجة مشبع لا أبعتقد أكيد مشبع بقصد اللي يطلع من بيئة مثل بيئة الحلبية بالمغنى يكون عنده يعني أساس قوي هيك بيقوله يعني بعتقد يعني بعتقد بس أول أكتر لما صار في علاقة أكتر مع أساتيستي نهاد نجار أبو أدري الدلال فتحي الجراح مع حفظ الألقاب وجلهم تحية طبعا أسرع كبيرة كلها السلام فهن زودوني بهالمعرفة وأنا يعني عندي شغف بهالموضوع بعشاءه خصوصا القدود الحلبية أو الموشيحات فدائما بطور حالي دائما بشتغل على حالي سواء إنتاجيا من كتشجيلات أو سواء علما يعني أعلم حالي أكاديميا أنا لست موسيقي لا أدرس أنا أدرس تجارة واقتصاد ومعي ماجستير مالية لكن فنيا أنا تعبت على حالي من خلال المعلمين يعني صراحة بتميل للأغنية الجديدة الخاصة فيك ولا بتميل أنك تغني شيء تعرفون الناس بس أنت تأدي بطريقتك لا يوصل أسرع يعني بحب أقدم لتنين صراحة أنا مثل ما تقول لك الفنان لازم يكون عنده أغاني خاصة وأنا حاولت طبعا في نيزار فرانسيس عملنا مغرومة فيه الأستاذ نيزار فرانسيس مرجوله تحية ألحان الأستاذ نيهاد نجار لأنه ما مرأت بالمدلي فلذلك أعب أذكره بحب يكون عندي أغاني خاصة الفنان بلأ أغاني خاصة ماله هوية لكن توفقت بإعادة توزيع مع الأستاذ نيهاد نجار إعادة توزيع الموشحات سووا لي هوية نوعا ما بالاختراق كيف خطر عبالكم؟ يعني يوم الموشح أول شيء الناس بتشوف أنه جمهور الموشح ما يعاد مثل قبل أن الناس تعد تسمع الموشحات مثل قبل اثنين ما بتتغنى كثير بالحفلات يعني إلى مكانها الثلاثة بيعتقد البعض أنه بعيدة عن جيل الشباب وجيل اليوم أنت رحت أنت والأستاذ نيهاد باتجاه الموشحات ليش؟ أنا صراحة كنا أنا والفرقة قاعدين عم نقول بدي سوي أغاني أغاني ما بغنية بالبرنامج العادي بالحفلات العادية فردت أقدم شيء أنا بحبه بالحفلات أو الأفراح ما بتقدر تقدم هيك نوع برنامج فقلنا ناخد نسميهم طرب نايت أكسكلوسيب طرب نايت فالديجي سهر بيعرف أنه نغني فقط طرب وصار سمعنا صدى حلو وتفاجأنا أنه هالحفلات استمرت في حضور كتير وتفاجأنا من استقطاب يعني جمهور خلينا نقول مش من جيلي أصغر وحتى ناس والداني بأميركا يعني مو بس منو اغتريبين جدد لكن ناس والداني بأميركا صار تحب تسمع فأنا تفاجأت من هون أجت فكرة أنه أوكي إذا بدأ أستمر بهالمشروع بدي أسوي شيء مناسب أكتر لهذا الجيل اللي عب أحضرني يسمع هذا الجيل موشح عشرين دقيقة أو نص ساعة يعني أنا رح أفقد اهتمامه يعني أو ده أفقده بالسهرة خاصة الموشحات صعبة يعني تماما بلون غنائي صعب كتير فحكيت مع الأستاذ نهاد وقلت له أنا عندي ريد أسوي مدلي يناسب معاصرة يكون بطريقة أنه لا جمهوري أنا يعني الحفلات نجاح الحفلات صار بدي برنامج ده أقدم شي جديد تمام فكان من باب أنه برنامج من باب أنا تعمقت أكتر بالموشحات تعمقت بالإقاعات تعلمت أكتر أنا اطورت مو بس طورنا الوصلي أنا كمان اطورت معه والموسيقين معي كمان اطوروا فعملت ووصلات خاصة يعني في أكتر ممكن تسمع أكتر من موشح ممكن ثلاث موشحات خلال ثلاث أربع داية بدقائق قليلة جدا نعم والأستاذ نهاد عملنا معه موشح ودور يعني مش بس موشحات فعبقرية الأستاذ نهاد يعني تعب معي وأنا تعبت بالتسجيل ووصلناهم لجمهور مختلف جمهور جديد وحتى مو بس سوري يعني من جاليات جاليات عربية مختلفة نعم كيف تدمن أنه لما حضرون أو ما اعتبعك بالحفلات أنه كمان هاي الموشحات اللي عم تعملوا إعادة توزيع وتسجيل ألا توصل السوشال ميديا على اليوتيوب بأي طرق صراحة هي اللي دفعني أستمر يعني صار عمي ممكن عشر وصلات أنا لاحظت أنه حتى قناتك على اليوتيوب يوسف في مقطوعات في عليها مئات الألاف من المشاهدات نعم الحمد لله أنا هذا اللي شجعني صراحة أنا كنت عاملون أنه لا حفلاتي فقط أنه برنامج يدعم حفلاتي برنامج موسيقي لكن لما شفنا أنه في متابعة على السوشال ميديا في ناس عم تحبها فاستمرينا آخر آخر وصلة سويناها يا ناس أنا متى في حبي هي رائعة سيد درويش اللي اسمعناها في البداية طبعا وطريات سوريا كورال سوريا بوجههم التحية للفنان مجد جريدة توزيعه وهيشام من دقجي يعني شباب تعملوا معي كثير نعم كيف هم توازن بين بين اللي الناس بتحبوا هلا واللي حابة تسمعوا وبين أنك ضل عم تعمل شي يميزك لأنه الناس عم تجي تحضر هالحفلات أو هالوصلات يعني صراحة أنا سويت لحالي خط يعني بأميركا أو بلاد الاغتراب أنه أنا يوسف شامون عنده هالأغاني الخاصة وعنده اللون الطربي أو النكهة الطربي وما عندي مشكلة أنه أجرب ألوان جديدة يعني مثل مثلا بمثل كوميدي أو بمثل تراجدي ما عندي مشكلة شوش اللي ما غنيتو لسه أبدا يعني لون ما غنيتو بتحب إذا فيه كلام حلو لحن حلو إذا فيه رومانسي أو حزين أو شيء ما عندي مشكلة دراما على صعيد النمط الموسيقي أو اللون يعني مثلا الشعبي نعم ما عندي مشكلة عندك شي تجربة كان قبل في الغناء الشعبي ما عندي لا هلأ بس شو تقصد بالشعبي يعني أنا عم قل لك اليوم لما أنت بتشوف الحفلات الشباب والصبايا والأعراس وهيك بتشوف المطرب اللي بيغني أغنية شعبية اللي بترقس كتير هو السيطر تقريبا بسوق الحفلات ما فهم الأغنية الشعبية أغنية رائعة يعني نمط أو لون غنائي أو قالب غنائي رائع جدا أساسا اسمه شعبي لأنه حبو الشعب يعني بس بريد نميز ما بين الأغنية الشعبية والأغنية الهابطة يعني الأغنية الشعبية أغنية راقية جدا سواء الحان حلوة الشعب حبه في الكلور يعني لو ما حبه الشعب ما ظلت استمرت يعني على دلعونة أغنية شعبية استمرت لحد الآن ولا تنسك كان ما فيه سوشيال ميديا لا بوست لا أدبرتايزمنت انتقلت عبر الأجيال فلو ما كانت حلوة ما كان انتشرت والأغنية الشعبية غنوها يعني يا ناس أنا مت في حب هاي طقطوقة لسيد درويش صحيح أوكي فهي أغنية نقول شعبية شعبية بالتأكيد فوق الناخل شعبية حتى أغنية وديها الصافية أغنية شعبية تماما يعني العظماء غنوا شعبي فموعيب يعني المشكلة لأنه عبسيء استخدام هالمصطلح أنه الأغنية الشعبية أغنية كتير حلوة لكن في إذا بنا نحكي بصراحة الناس اليوم يعني حتى أنت اللي سميت أغنية هابطة الكلمات بغض النظر مين اللي جعب الفيوز ومين اللي حضر الحفلات ومين اللي حوى المطربية هؤلاء الأغاني لنجوم بيتقادوا ملايين وبيجوا بعملوا حفلات يعني أنا أؤمن أنه المجتمع أو المستمع بيشتغل مثل المصفية يعني بيزيل الشوائب تمام بيخلي الكويس وبيزيل الشوائب يعني على أمل أنه هيك يصير استمراريته طول عمراء الأغنية هابطة كانت موجودة حتى من قبل لكن ما كان يتم إلقاء الضوء عليها مثل ما هلع بيصير إلقاء الضوء عليها هذا الخوف يعني الخوف أنه يكون يصير هذا الستاندرد يصير هذا الستاندرد أو هذا دزرتنا لأنه هذا مثالنا أو قدوتنا يعني الأغنية هابطة موجودة كانت طول عمراء بس ما كان توصل للإزاعات أو كذا بس الجمهور عم يردد وعم يغني أحيان وعم يعمل مشاهدات للأسف يعني للأسف هل أدقلك شغلي هل هو الميديا المشكلة؟ ولا تغير ذوق هذا مشكلة أكبر صار هذا صار في مشكلة أكبر يعني هون صار في مشكلة فكرية يعني أنا بس إذا رجعت مع حضرتك يوسف حتى ما رح نقول عشرين سنة أول ما فتحت قناة ميلودي للأغاني نعم كانت الكليبات اللي تطلع عليها تهاجم نعم بس كانت أكتر قناة تتابع صحيح في عندك دائما هيدا ما بتفهم طبيعي بس هل هدول ما بيدوموا يعني لسه هلأ بحفلاتي لهلأ أنا بأميركا عب طلعوا هدول الأغاني هلأ أنا ما بغنيون شعبي بغني انتبه في كلمات حلوة شعبي بتتغنى شوني ما بتغني قد ما طلبوا منك يعني أي نوع يعني الكلام اللي يعني صراحة فيه كلام مسيء صار فيه أغاني فيها شتائم تماما ومع دين يعني أول شي يعني ما عم بتحترم المستمع أنا بالنسبة إلي يا أنا ديمو دي عقل قديم عالموضة القديمة يا يعني أنا ما بقدر أغني هيك بحس إيهاني بس يعني فيه كلمة بزيئة وفيه أوقات عب سيروا مواضيع يعني إحنا بغني عنا مواضيع يعني ما فيه داعي تنسار سواء يعني بهال ظروف الحالية يعني عالشو بس مشان الناس تنبسط أوكي يعني بس لون رايحين بس هذا الخوف أنه من قبل هدول ما كانوا ينتشروا هلأ صار في إلقاء ضوء عليهم أكتر فبعتقد هي مسؤولية الميديا ما بعرف ممكن هو جزء بس أما إذا قلت لي أنه هذا صار الزوق العام هذا صار فيه خوف أي لأنه حتى الميديا بتأثر بالذوق العام يعني هاي هاتل عب أقول معنات الميديا هي السبب صح؟ أكيد من السبب الوحيد بكل تأكيد من السبب الوحيد يعني هي في أسباب مختلفة قد يكون من الميديا مع أنه خليني أخذ سوريا مثلا لا أعتقد أن الأغاني اللي عم تتفضل بالحديث عنها مثلا تمر على ولا وسيلة أعلام سورية لا إذاعة ولا تريد أكيد بالتالي كيف فينا نتهم الميديا أنه ساهمت لا الميديا ما بأصد السوشال ميديا نعم اللي مع علي رقابها والسوشال ميديا هي خيار شخصي يعني أنا كمان برجع بقول هون هي خيار شخصي هي خياري أنا كمتلقي كمتابع بحضر أو ما بحضر بعمل لايك أو ما بعمل لايك يعني هون بنرجع لموضوع الزوق العام بس إذا يعني أخذت الموضوع بطريقة تانية وطلعت شوي من جزئية الأغاني اللي أسألك بتلاقي منافسة قادر توجد مساحتك الخاصة الحمد لله في يعني في منافسة بسوق الحفلات بالنسبة للمطربين المغتربين ياللي بيتوجهوا للجاليات منافسة حلوة أنا بحب المنافسة أنا المشكلة الوحيدة المنافس يعني أنا بشوفها هو الوقت يعني أنا بدي أطيلع اللي عندي بأسرع ما يمكن والوقت أسرع مني دائما بس بدي أرجع لشغلي كتير مهمة هدول الأغاني اللي عبدو قول عليهم مدتهم شم سنة سنتين راحت أنا لهلا لسه بغني أم كلتوم وعبد الحليم ما في يعني طب معناها تمين المين المزبوط أنا لهلا بحفلاتي بختتم أم كلتوم وعبد الحليم وصبح فخري ووديع الصافي والناس بتغني معي والأغاني السريعة المحبوبة والأغاني الشعبية الحلوة والكلمة الحلوة نرتقدها بانتقاء الكلمات بالتأكيد بس يعني لتلي منافسة في بس منافسة حلوة ما في سوق أقول المنافسة دائما حلوة في سوق حفلات وناس بتعرف متعهدين فبتضبط على حساب ناس آخرين يعني بصير هذا جزء من البزنس يعني بصير هالمواضيع بتصير يعني أنا ما بفكر بهذه الطريقة الحمد لله أنا عمل لحالي خط معين ماشي عليه سواء كان الخط الطربي أو الحفلات أو الأعراس ومعدين رزق رب العالمين يعني كل مجتهد النصيب مجتهد ثمPrP ًا أم Wide Occup طبعاً يعنيwed stickingord terror DrPM كالأخير لقد قالت لك كندا أنا إنسا عقد يعني أني شتيت滿ises يعني لقد رأيت مدير يعني شباب وبنات الصبايا أنا موضح شباب وصبايا parameters من جيلي يعني شok ou sal شون شوفم archae يعني يعني عالم شباب بصين سنة ما شيفون شوفتهم بكندا نعم شوفتهم بمونتريال هل هي حلوة بس بتزاعل بتزاعل طبعا بتزاعل طبعا بتزاعل بس انه الاختراف صار أمر واقع أمر واقع وأنتم متابعين جدا وحضرتك بشكل خاص وجيد انه في هذا اللقاء يعني بين لانه بتعرف اوقات حفلة بالسنة يمكن تصير تجمع هالجاليات وبعضها ما بيلتقوا مع بعض كل والله بتصير اكتر لو صارت مرة فهي بتفرصة للقاء الناس ببعضها يعني الجاليات بين بعضها كيف اختلف الجمهور عليك هالسنين الماضية جمهور الجاليات كيف اختلفوا عليك صار في نسبة هجرة أكتر شفت عم شوف أكتر أنا بالنسبة لي بأميركا يعني في الجاليات مختلطة يعني سوريين مصريين لبنانية فلسطينية عراق عراقية فلذلك نحن برنامجنا بيكون منوعة أكتر اللي يلبي الجاليات معظم حضوري من سوريا تونس المغرب ما اختلف شي علي النستالجيا كتير قوي عنها بتكون مشحونة أكتر بالاختراف والطرب لأقصى الحالات صراحة ومتعدشين وبعده بموضوع الطرب مثلا استاذ صباح فخري له حصة بطلبوها دائما قدود حالبية موشحات صباح فخري ومعدين نزل على الوادي عندي عرس لصديق هاي حفلات هلا قريبة نعم هلا باسبوع جاي وعندك حفلة كمان في النجم نصيف زيتون هي بحفلة فيروزي أنا راح نكون هي بالعشرين والتفزة طعش يعني لازم نبارك له نصيف زيتون عبد الياس على زواجه ألف مبروك لان شاء الله هيك عمره هني وبالسعادة دائمة ومحبة كبيرة لأله طبعا الفنانية اللي بيكون بسافر و بيروح و بيرجع يعني منه مستقر في مكان واحد خليني يقول بيتغير أو بيصير صعب اختياره في علام الأغانية اللي تلي قبل شوي أنا أوقات بحسب حساب عندي من العراق عندي من لبنان عندي بجوز من فلسطين بتحسب حسابك باختيار غنيتك أيضا أنه الجمهور في عندي جمهور ممكن يكون عراقي فبلك بغني شي مرة عراق هاي بالسهرة بس بالأغاني بالتسجيل يعني بدا أغني شي اللي بحسه اللي بحبه هلأ بالسهرات أوقات يعني إذا فيه شغل إذا لون ما متمكن فيه أو ما يعني ما ما رح قدر أوصله للجمهور ما بتعدى فلذلك لتلك قدرت أنا أعمل لحالي لاين معين حتى الجمهور من كافة الجاليات مش بس السوريين بيعرفوا يوسف شمعون إيش دي غني أو بيعرفوا النمط اللي بغني فالحمد لله يعني ما بتخاف توصل لمرحلة ما عد تلاقي جديد طالما أنت معتمد فقط على التراث هلأ هذا كأساس عم بحكي أكيد هذا سؤال يعني صالح لكل فنان اللي ما بيجدد دي يوقف يعني دائما لازم تكون لهذا السبب أنا بظل بسوي أغاني جديدة يعني مثلا سوينا مع نيزار مع الأستاذ نيزار فرانسيس أو مغرومة فيه أو سواء مع صلاح كردي دائما بحب أحدث حب أسوي أغاني جديدة خاصة فيني لكن التراث أنا مثل ما قلت لك كان معتاز أسوي هالمشحات لأطور نفسي وأوصل هالنوع الأغاني للشباب اللي عبي يحضروني النجومية بتعني لك بتسعالة عم بتقول أنا طالما مطرب يعني عم بشتغل حفلاتي عم بعمل شغلي فموضوع النجومية إذا تواجد فليكن ما تواجد منه هم يعني أنا النجومية شغلي يعني شوي يعني ممكن تكون أنت عم بتعمل دعاية تصير نجم يعني الفن شي تاني الفن فيه الرسالة بأعتقد الفن يعني إذا تكون أنت من مجتمعك تعتمد على ثقافتك الفنية تعتمد على شيء اللي يرس وتوصل الرسالة للناس لكن النجومية ممكن تجي ممكن ما تجي ما في مشكلة طبعا بس ما في حدا ما لا يسعى للنجومية بس متل ما قلت لك ما لازم تكون هي الشغف الوحيد لأنه ممكن تكون أنت تعمل دعاية شو عم تحضر قريبا فيه غنية سمعتها لما كنت ببيروت ما رح نذكر من مين إن شاء الله تزبط نشوف إذا تصير نصيب اسم جديد اسم جديد يعني ملك متعوين معه سابقا نعم عمل خاص أغنية خاصة وفيه كمان مع أي شو لونه مثل يعني إقاعي سريع إقاعي وفيه تحديث لوصلي كمان مع الفنان مجزي جريدة لوصلي طربية طرب إن شاء الله حطيتو شو الأغانية حتكون حطيني ما في ما في طب ختم لي بغني نختم لك على زوءك طبعا اللي بتحب منقول طبعا مغرومة فيه هي هيدا عنا يا هم هي كمان موجودة عندك مغرومة فيه الحن موجودة عندك عشق 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 عيونك عشق عيونك خلص ما تمنحط أنا بغني مغرومة فيه ما في مشكلة ونختم لعندك عشق عيونك يلا اسمعوا منها متل اللي مضيع حالو عغيابك أنا عم كون بسمعهن عني آلو عشق دايب مجنون متل اللي مضيع حالو عغيابك أنا عم كون بسمعهن عني آلو عاشق دايب مجنون هاي من كلمات ريزار فرانسيس وألحان نيهاد نجار وجه لهم تحية تحية كبيرة لألون تحية أستاذ نيهاد من حبه كتير وتحية إلك شكرا إلك شكرا للمدينة وللستاف وللكار وللخارج سوريا ونعطرين الوسطة الجديدة شكرا يلي اللي عم تشتغلوا عليها ممنونة شرفتني فنان يوسف شمعو شكرا لأعطائي الفرصة أهلا وسهلا فيك المختار مع باس المحرز